العملية الإدارية لوظيفة الشراء تنطوي إدارة المشتريات على تخطيط الشراء وتنظيمه والرقابة عليه وفيما يلي عرض مختصر لكل من هذه الوظائف الإدارية ألف تخطيط وظيفة الشراء تنصب عملية تخطيط وظيفة الشراء على ثلاثة عناصر هي تحليل الموقف الشرائي الحالي للمنشأة وتحديد الأهداف والتنبؤ وأخيرا تقييم اختيار استراتيجيات الشراء وفيما يلي توضيح للمقصود بكل من هذه العناصر واحد تحليل الموقف الشرائي الحالي يتناول تحليل الموقف الشرائي الحالي للمنشأة عدة عناصر منها مركز المنشأة كمشتري في سوق المواد وما يرتبط بذلك من قوتها التنافسية واتجاهات الأسعار والتغيرات التكنولوجية والتغيرات في هيكل السوق وغير ذلك من العوامل ويرتبط تحليل الموقف بتحديد الفرص الشرائية من ناحية والتحديات التي يواجهها جهاز الشراء من ناحية أخرى اثنين تحديد الأهداف والتنبؤ يعتبر تحديد الأهداف الشرائية والتنبؤ بالظروف المستقبلية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على وظيفة الشراء من العناصر الأساسية لتخطيط الشراء وعلى الرغم من أن الأهداف العامة لوظيفة الشراء تدور حول توفير احتياجات المشروع من المستلزمات المختلفة بالكمية المناسبة والجودة المناسبة والسعر المناسب وفي الوقت المناسب ومن مصدر الشراء المناسب فإنه لابد من تحديد الأهداف بشكل واضح ودقيق ثالثا وضع وتقييم واختيار استراتيجيات الشراء تتعلق هذه العملية بتحديد استراتيجيات الشراء التي يمكن لجهاز الشراء اتباعها لتحقيق الهدف المطلوب أو الأهداف المطلوبة وتقييم هذه الاستراتيجيات بغرض اختيار أنسبها ويتم الاختيار في ضوء عدد من العوامل منها ظروف المنشأة وإمكانياتها وظروف سوق المواد وغير ذلك من العوامل وعادة ما يكون هناك أكثر من استراتيجية يمكن لجهاز الشراء الاختيار من بينها فعلى سبيل المثال قد يتحقق هدف عدم زيادة سعر المادة سين عن 5% من سعر شراءها في العام السابق من خلال استراتيجيتين هما ألف استراتيجية الشراء مقدما با استراتيجية الشراء للمضاربة ويمكن لجهاز الشراء الاستعانة بعدد من العوامل للمفاضلة بين الاستراتيجيتين منها واحد الوفر في التكاليف الحالية اثنين الامكانية المالية والبشرية والإدارية بالمنشأة ثلاثة ظروف واتجاهات السوق في المستقبل أربعة الخبرة السابقة لجهاز الشراء ومدى التناسق والتكامل مع الاستراتيجيات ذات الصلة هذا ويجب ملاحظة أن تخطيط وظيفة الشراء لا يتم بمعزل عن تخطيط الوظائف الأخرى كالإنتاج والتسويق والتخزين والتمويل ومن الأدوات الهامة التي تساعد في تخطيط وظيفة الشراء الموازنات التقديرية أو التخطيطية لمشتريات والأساليب الكمية با تنظيم وظيفة الشراء يتطلب تنظيم وظيفة الشراء أن يتم أولا تحديد أوجه النشاط لهذه الوظيفة وثانيا تجميع هذه الأنشطة في مجموعات متناسقة وأخيرا تحديد علاقات السلطة والمسؤولية سواء داخل الجهاز المسؤول عنها أو بينها وبين الوظائف الأخرى ومن الطبيعي أن يتم تحديد هذه الجوانب في ضوء الأهداف التي تسعى هذه الوظيفة إلى تحقيقها وفيما يلي عرض مختصر لكل من هذه الخطوات واحد تحديد أوجه نشاط الشراء على الرغم من اختلاف أوجه النشاط المرتبطة بوظيفة الشراء سواء من حيث التفاصيل أو التعدد أو الأهمية من منشأة إلى أخرى فإن هناك عددا من الأنشطة أو الوظائف الفرعية التي ترتبط عادة بهذه الوظيفة ومن هذه الأنشطة توصيف الحاجة واختيار مصادر التوريد والتأكد من مناسبة الأسعار وإصدار أوامر التوريد ومتابعة هذه الأوامر وفحص ومراجعة الفواتير والاحتفاظ بالسجلات والملفات والمحافظة على العلاقات مع الموردين وبالإضافة إلى ذلك هناك عددا من الأنشطة الأخرى المرتبطة بوظيفة الشراء كالنقل والاستلام والفحص والتخلص من الفائض والمخلفات اثنين تجميع أوجه النشاط يمكن تجميع أوجه النشاط أو الوظائف الفرعية المرتبطة بالشراء في مجموعات باتباع أي من أسس التجمع المعروفة مع ضرورة إدراك مزايا وعيوب كل منها فعلى سبيل المثال يمكن اتباع الأساس الوظيفي والذي شاء استخدامه حيث يتم تخصيص قسم أو وحدة تنظيمية لكل من هذه الوظائف الفرعية أو العدد منها وقد يطبق الأساس السلعي حيث يخصص وحدة تنظيمية لكل نوع أو مجموعة معينة من السلع التي يتم التعامل فيها فيكون هناك قسم الاحتياجات من المواد الخام وقسم للاحتياجات من المعدات الرأسمالية وهكذا وقد يتبع الأساس الجغرافي فيتم على سبيل المثال تخصيص وحدة تنظيمية للشراء من السوق المحلي وأخرى للشراء من السوق الخارجي كذلك يمكن استخدام أكثر من أساس وهو ما يطلق عليه الأساس المركب في التجميع وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من المزايا وتلافي أكبر عدد ممكن من العيوب وتوضح الأشكال التالية هذه الأسس على التوالي أولا تنظيم وظيفة الشراء طبقا للأساس الوظيفي الشكل الثاني يوضح لنا تنظيم وظيفة الشراء باستخدام الأساس السلعي ترجمة نانسي قنقر